يا اهلا يا اهلا وحشتوني بصراحة احنا محتاجين نتنفس شوية بعد فترة الامتحانات الصعبة دي ونقولي بقى انتم خلصتوا امتحانات ولا لسه عندكم يعني بجد كل اللي لسه مخلص ربنا يعينو يا رب وبالنجاح والتوفيق للكل يعني احنا بصراحة محتاجين يعني ناخد راحة شوية وبعد كده نبتدي ننظم لاجازتنا ونشوف ازاي حنيرتبها بحيث ان احنا نطلع باستفادة كبيرة منها يعني يبقى الولاد مستفدين معانا واحنا كمان نبقى استفادنا جددنا نشاطنا عشان يعني تجديد النشاط بعد روتين طويل طول السنة ده بيبقى مهمة قوي عشان تقدري ان انتي يبقى فيه انتاج دايما الروتين بصراحة من الحاجات المميتة قوي اللي لازم ان احنا نكسارها من وقت للتاني علشان نقدر ندي احسن انا بصراحة اليوم النهار ده عندي قررت ان هو كده يبقى مختلف فاول حاجة عملتها وهي مش صحة طبعا ان انا صحيت متأخر ولاني بقى صحيت متأخر يعني كنا صهرانين قبلها بيوم فصحيت الصبح قلت مش هعمل فطار يعني حاجة سريعة كده فعملت كوبية قهوة ومع تلت تمرات وبالنسبة لي ده كان كافي قوي لاني كنت هعمل غدا بسرعة علشان انا المفروض ان انا اخرج النهار ده فيه حاجات بصراحة كنت عايزاها كان لازم انزل اشتريها ومن في الوقت نفسه برضو قلت انها تبقى فوسحة برضو لينا وللولاد فدخلت بقى على المطبخ بسرعة قلت بقى خلص ايه الغدا على طول علشان نلحق ننزل عملت طبعا سندوتشات الكبدة من اسرع الحاجات اللي ممكن تعمليها بس التريكة النهار ده بقى اللي حقولها لكم بالذات بصراحة في السندوتشات علشان تعمليها صحية اكتر للولاد والحاجات اللي هم مش بيحبوا ياكلوها ومن ضمنها طبعا الايه البتنجان اللي هو اصلا يعني كله حديد وكله فوائد وهم مش بيحبوا ياكلوها هبصوا احنا هنتحك عليهم بقى النهار ده احنا هناخد البتنجان شوي كده كأنك هتعملي بابا غنوك عادي خالص بس احنا هنحولوا لطحينة يعني بقوامه وشكله كده الولاد مش هتعرف خالص ان فيه بتنجان اصلا في الموضوع اشارناها بقى كويس وطبعا المياه بتاعتها ديت برضو حطيها في الكابة معاكي ما تنميهاش وضيفي بقى عليها طحينة نضيفته حطيه طحينة وميونيز وحطيه توابل ما عندكيش مايونيز مش مهم حطي طحينة وتوابل يعني حطي فلفل ورشة كمون وشوية خل حطيت برضو شوية خل زبطيها يعني توابل بتاعتك العادية وملح طبعا وكل ده بقى بنضربه وشوية ماسترد لو موجود ويا سلام بقى اتفرجوا بقى على الشكل في الاخر عمل ازاي والله ما تفرقوهاش تماما عن الطحينة يعني لما تحطيها بقى في السندوتشات حطيها بديل للطحينة اللي انت بتعمليها منها اقتصادية يعني هتوفر معاكي الطحينة ديوقتي بقى سعرها غالي فهي حاجة اقتصادية هتوفر معاكي في كمية الطحينة اللي هتستخدميها كل ده بمعلاقة الطحينة بس وفي الوقت نفسه هتبقى مفيدة للولاد وصحية جدا وحياكلوا حاجة هم اصلا مش بيقبلوا عليها بس دي بقى جهزتها كده عشان ايه نحطها في السندوتشات على طول طبعا لو انت لسه بقى ما بتنقعيش الكبدة في اللبن يبقى بصراحة يعني فيتك كتير الكبدة من الحاجات اللي بيكون فيها نسبة زفارة عالية مهما جبتيها من مكان نظيف وحاجة موصوق فيها وكل ده هي برضو حتة اللبن دي بصراحة هي اللي بتشيل منها اي زفارة وبتبقى جميلة يعني ناس كتير ما بتحبش تكلها بس والله لو جربتوها بالطريقة دي هتعملوه على طول وحنا بقى دخلين على اجازات وعلى مصايف فهتلاقي نفسك بقى ايه محتاجة تعملي طبق الكبدة ده او سندوتشات الكبدة دي على طول وانتي خارجة راحة نادي راحة مشوار مش هتلحقية تعملي غدا فبصراحة من الحاجات المنجزة يعني على طول ما بتاخدش على النار عشر دقايق وطبعا السر التاني ان الطاصة تكون سخنة جدا يعني على اعلى درجة حرارة عندك تسيبيها بقى تسخن شوية وتنزلي بالكبدة زي ما سمعته كده علشان تاخد لون حالو الخضار برضو بقى شوحته بسرعة لوحده حطي الخضار اللي انتي عايزاه انا بصراحة بحب بحط فلفل الوان انتي ما عندكيش حطي فلفل اخضر عادي عايزة تزاودي قرن فلفل حامي او الولاد مش بيحبه خلاص بلاش طبعا بحط توم ده اساسي اللمون بقى بسيبه كده على جنب الولاد بيحبوا يعصره كده على السندوتشات لوحده عملت السندوتشات وكنت محضرة شبسي قبلها وعملت جنبها طبق الشربة السريعة فاكرينه اللي احنا عملناه تقريبا عملتوا معاكم في رمضان او عملتوا معاكم مش فاكرة في فيديو تاني الشربة السريعة المنجزة اللي هي شربة العشر دقايق عملتها وحطتها وبصراحة كانت اكلة جميلة قوي ودايما هتلاقي نفسك بتعمليها كتير في الاجازات بصوا بقى نزلت وروحت واشتريت بس بصراحة معرفت ايش اصور لكم خالص وانا هناك في ايكيا فقلت حواريكم على طول المشتريات والحاجات اللي انا جبتها بصراحة كان نفسي فيها قوي من زمان المنظمات اللي هناك البيضة بتاعة ايكيا دي استخدمتها يعني ملهاش حصر هي منلي بتستخدم لو انتي عندك دريسنجروم عشان ترتبي فيها الحاجات اللبس بتاعك والحاجات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الدوليب لكن انا بصراحة جبتها عشان حاجة تانية خالص انتي تقدر توظفيها حسب احتياجاتك انا اشتريتها كمنظم بصفة عامة انتي لو عندك اي حتة فيها كراكيب بتقدري بصراحة تلمي فيها حجمها كبير قوي ودي حاجة بصراحة عجبتني قوي يعني تقريبا حجمها 35 في 26 فحجمها كبير وبتشيل حاجات كتير قوي وانا لما جربتها يعني في اخر الفيديو حواريك وانا استعملتها في ايه فبصراحة بتاخد حاجات كتير قوي فعجبتني وعشان كده جبت منها كزا قطعة وانا هناك فلونها حلو وليها غطى فيه طبعا منازمات بتبقى من غير غطى فعلى حسب انتي احتياجك برضو جبت كمان المنظم ده بتاع التسريحة ده حلوة قوي لعشان تحطي فيه الحاجات على التسريحة كده ما تبقاش الحاجات مكركبة الدنيا عندك فمن الحاجات برضو الحلوة المنظمات للتسريحة او للإدراج بصفة عامة يعني دي بقى العلقات بتاعة المصورة اللي انا قلت لكم حركبها برضو حوريها لكم في الفيديو والنهار ده حعملها لها ديكور حلوة قوي حيغير شكل المطبخ خالص بصوا الميزة كمان في المنظمات دي انها بتتحط فوق بعضها كده فانتي تقدري ان انتي ما تغديش مساحة كبيرة لو عندك مكان وحب ان انتي تنظمي فبصراحة دي حاجة عجبتني قوي فيها فعشان كده جبت منها كزا واحدة الغطى بقى اللي فوق ده يعني لو انتي مش محتاجاه اخر الفيديو برضو حوريكم انا استغلته ازاي وعملت بيه ازاي حاجات مختلفة فبرضو من الحاجات اللي لها استخدامات كتير فتعتبر كأنك جايبة قطعتين في قطعة واحدة كل قطعة فيهم لها استخدام جبت ايه كمان كنت محتاجة برضو الحامل بتاع المكوى انتو عارفين بقى الهدوم في الصيف كتير بتبقى محتاجة مكوى عن الشتاء فحسيت لقيت نفسي محتاجة حاجة تكون عملية اكتر لاني هستخدم المكوى كتير فلما بتبقي جايبة حاجة already بتعلقيها على الحيطة وبتحطي عليها المكوى بتاعتك فدي بتسهل عليك الاستخدام قوي بيبقى مكان سابت للمكوى بتحطي بقى جنب ترابيزة المكوى او بتجيبي اللي هي الترابيزة الصغيرة انا ما قررتش لسه بصراحة هعمل ايه زي ما انتو عارفين بيبقى فيه ترابيزة صغيرة كده بتحط في اي مكان بتاعت ايكيا وطلع منها برضو في محلات كتير دلوقتي موجودة وفيه بقى طبعا الستاند الطويل فعلى حسب برضو استخدامك تجيبي ده او ده هما طبعا بيبقوا شرحين بقى عليها ازاي طريقة تركبها موضوع سهل خالص بس انت بقى بتحتاجي مسامير فانت بتجيبي مسامير وتركبيها في الحيطة او حد بيركبها لك الميزة ان الجزء بتاعها ده كله معدن وطبعا بتستحمل انها تشيل المكوى ايا كان برضو حجمها فانا سألت على الموضوع ده وتأكد فعلشان كده جبتها وانا متطمنة فمن الحاجات الحلوة قوي اللي كنت محتاجها بصراحة ايه كمان جبت هنا ده بصراحة كان موجود في ازز وانا قررت اجيبه عشان حاجتين انا حبيت يا ام هستعمله في المطبخ يا ام هستعمله في البلاجون عندي فعلى حسب حوظفه ازاي هو بيبقى لونه جري كده وفيه موجود فيه وردات صغيرة اورنج وفي حاسيت انه هو حيليق عندي على السجادة بتاعة المطبخ فعندي جزء فاضي كده في المطبخ يعني يبين فيه الارض بتبقى بينه يا اما هستعمله عليه يا اما هحطها في البلاجون لو احنا حابين نعمل قاعدة كده هشوف لسه بقى هستخدمه ازاي طبعا انتي اول ما بتجيبيها بتخسيها كويس قوي الميزة انها بتتحط في الغسالة طرية قوي بتحطيها في الغسالة وانتي متطمنة مش قلانة بتنضف او بسهولة يعني اول ما بتجيبيها بتغذيها تخسريها على طول الحاجات اللي بتبقى عندهم هناك بيبقى لها دسكاونت 50% كنت قلتلكو قبل كده فمن الحاجات اللي بتبقى على حسب بقى ايه انتي وحظك يعني بصراحة هي كان سعرها حلو كانت عاملة 290 وكان ما قاسها حلو جدا ما قاسها مش صغير فعشان كده قررت اجيبها استفادت بها سواء كده او كده من الحاجات الحلوة برضو اللي لقيتها هناك وجبتها على طول هي الفازات بتاعة ايكيا دي معروفة الاتنين دول مع بعض بتبقى واحدة طويلة واحدة اقصر بصراحة الازاز بتاعهم طبعا انتو عارفين بيبقى الازاز نظيف جدا وانا بيعجبني اوي الكواليتي بتاع الازاز عندهم يعني مهما اشتريت فازات من برة دايما بلاقي فيه عيوب في الازاز لكن طبعا بتجيبي الازاز من هناك وانتي متطمنة فعجبتني اوي الطويلة دي كمان عشان انا جبت له فرع ورد حلوة اوي هتشوفوه معادي دلوقتي برضو ودي بقى تقدري تحط فيها ورد مجفف تقدري تحط فيها اللي هو الزلط الصغير دا او الصخور الصغيرة اللي بتتحط في الفاز كده بيبقى شكلها حلوة اوي وديكور مختلف لو انتي عايزة تجددي برضو من ديكور البيت عندك اقولولي بقى رأيكم في الفرع دا ايه بصراحة هو دا بس اللي انا لقيته كان نفسي اجيب واحد كمان منه بس انا لقيت واحد بس ومن الحاجات برضو الجميلة اوي شكله شيك ومختلف ولونه كمان لونه هادي اوي وكان ماشي جدا مع الفازة الطويلة دي حطيته فيها فغير شكل الترابيزة خالص هحطه معاكم في اخر كمان شوية مش في الاخر هوريهولكم على الترابيزة الوحدها وقولولي بقى رأيكم هو ولا الزرع الاخضر انهل احسن واعتقد اخيرا بقى ان المفرش الجميل دا اللي حفرش بيئة الترابيزة ووريكم بقى الشكل النهائي عشان اغير الديكور انا كنت جاي بمفرش لو انتوا فاكرين في رمضان وكنت لسه مشلتوش فقلت بقى خلاص انا هشيل المفرش بتاع رمضان وهحط مفرش تاني بقى خالص القماشة عجبتني قوي ومن برضو من القماش التريند اللي معروف هناك في ايكيا الخامة بتاعته حلوة قوي ومقاسه كان كبير بصراحة كبير على الترابيزة وانتوا عارفين ان انا عندي الترابيزة اصلا هي اوريدي بتكبر فعشان كده حبيت المفرش يكون كبير عشان لما اعمل بتاع الترابيزة يبقى مغطي كل المساحة لو مش هعمل ده فانا ممكن ايه ببساطة خالص اتني ويعني اتني نوصين عشان خاطر ما يبقاش كبير قوي على مساحة الترابيزة لكن هو بصراحة كان مناسب جدا الخطوط اللي كانت فيه كانت احمر ماشية مع اللي هي المخدات او المساند اللي انا حطاها على الكراسي كان شكلها حلوة قوي بصوا جربت الفاز هنا عليها ورجعت تاني شلتها وحطيت اللون الاخدر مش عارفة بصراحة انه الافضل قولول انت ويعني رأيكو ايه هو من الناحية العملية طبعا فحتكون دي لان طبعا هي في المطبخ بس انا عندي المطبخ يعني هو اوبنت فعلشان كده ممكن احط دي شوية او دي شوية بس حبيت اوريكم الفرق في الشكل ما بين الاتنين جبت بقى هنا المنظمات وحبيت اوريكم حاجة بسيطة كده من الحاجات اللي هننظمها فيها انا كان عندي ده من زمان قوي كان بقاله فترة طويلة قوي عندي وبصوا يعني من كتر ما بشيله اللي حصل اتكسر من عند الدراع بتاعه انتوا عارفين كان ساعتها المنظمات دي طالعة تريندي قوي وانا استخدمته كتير ومن كتر استخدامه هو اتكسر كده وعشان بديشيل حاجات تقيلة فما بقاش خلاص ايه ما بقاش ينفع وفي نفس الوقت قلت مش حرميه برضو هحط فيه اي حاجة تانية عندي كده بقى لميت فيه كل بقى انتوا عارفين كل القطع بتاعة الاجهزة اللي عندك بتاعة العجان بتاعة اي حاجة عندك ده كان رفع عندي زيادة برضو حطيته في قلبي فاي حاجة عندك بصراحة هو كان كبير قوي خد معايا حاجات كتير واستل في مكان تحط فيه حاجات اكتر كانت عندي طبعا البولاد بتاعة الشربة دي فانا حبيت برضو انظمها هنا بما اني مش هستعملها كتير فقلت ايه اخليها في الجزء اللي تحت بدل مرمي خالص المنظم وحطتها بقى فوق طبعا انتي كده بتغيري شكل الضرف خالص لو عملتي بقى كزا واحدة جنب بعض بيكون الشكل مختلف حبيت يتنظميهم فوق بعض برضو هتبقى لذيذة قوي دي الكورنر بتاع المطبخ بصراحة انا كنت انه يعمل لكم جولة في المطبخ ولسه برتب للفيديو ده علشان اوريكم الافكار ازاي تستفادوا دي برضو فكرة من الافكار بتاعة الايه بتاعة الكورنر بتاع المطبخ حطت فيها المنظم القديم ده شايفين بقى ده النخطة بتاع المنظم نفسه حبيت ان انا استعمله هنا ونظم الدرج عندي كان متبهد الخالص غيرت شكل الدرج تماما نظفته ورتبت الحاجات اللي موجودة فيه وحبيت اوريكم كده برضو ان احنا دي حاجة نقدر نستعملها من الحاجات بالنسبة الغطأ العيلة بنفسها الحاجة التانية ان انا استعملتها كصنية صنية ديكور وصنية تقديم قدمت عليها حاجات وحطيت عليها حلويات وحطيت عليها مخبوزات فبصراحة الغطأ تقدري تستفادي بيه بكذا حاجة ممكن تستعمليه كصنية تقديم عادي خالص يعني له استخدامات كتير يعني انتو كمان تقدروا تبتكروا وتشوفوا استخدامات تانية له دي برضو كنت وردتها لكم فيديو مشتريات وكنت مستنية بقى ايب بقت الحاجة عشان اغير الديكور ده ركبت المصورة وحطيت عليها العلقات انا لسه مشتريتش مجات بصراحة فمحتاجة تجيب موجين كده شبه بعض وحطهم كده عليها فجبت المجات اللي عندي وحطيتها وعملت زي كوفي كورنر كده موجود على الكاونتر حطيت فيه بقى كل الحاجات بتاعتي وطبعا تحطي فوطة لذيذة كده تغيري بيها الشكل لغيرت شكل المطبخ خالص برضو من الحاجات الحلوة قوي ان ممكن تعمليها ان انت تحطي مصورة وتزبطي عليها دي كورات في المطبخ بتغير الشكل قوي ولولي بقى رأيكم كده في الشكل النهائي كده حطيت بقى كل الكافي ماشينز اللي عندي وكنت عملتلكم ريفيو عنها قبل كده فيه ريفيو منفصل وفيه ريفيو تاني عملتلكم مقارنة بين الأنواع اللي موجودة وإيه أحسن حاجة تشتريها أتمنى يكون فاتكم فيه بقى مفاجأة برضو هنا على الجنب كده على اليمين بس مش باقينا مستخبية ان شاء الله هتنزلكم في الفيديو الجاي لايك وسبسكرايب واستنوني ان شاء الله الفيديو الجاي في حفظ الله